السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى أهليه وصحبه وسلم زيكم حبيبي رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حيل روتين جديد ويوم جديد مليان نشاط وطاقة إيجابية إن شاء الله كده تستمتعوا معي النهاردة قمت بدري كنت عايزة خلص كل اللي ورايا قبل نخرج من البيت رحفيني يا فوزية صحبتي يا حبيبتي رجع من العمرة أعبالك وأعبالي كده يا رب فكنت لازم اللي أنا أروح أقف مع ولادها ونعمل لها لقمة حلوة كده قبل ما تيجي لأني طبعا ولادها صغيرين فمش هيعرفوا يتعاملوا لوحديهم الصاحب الجدعة رزق أو الصاحب الجدعة رزق فعلا الشدة بتغربل كده اللي ما تكدبه اللي حواليكي ممكن يكون حواليكي ناس كتير بس وقتنا تحتاجيهم ما بتلاقيهم شي لكن الصاحب الجدعة بتلاقيها في شدتك قبل الفرح يعني الشدة قبل الفرح بتلاقيها وقفة جنبك لو العلم كله جي عليكي هي بتلاقيها لأ ما هيكي وقفة جنبك لو عندك أي مشكلة أول واحدة بتجري عليها تقريبها هي سترك وهي غطاقي سرك هي بتحتفظ بيه بصي بتدعمك بتديكي على طول طاقة إيجابية يعني هي ممكن تكون أن الصاحبة دي بتبقى أكتر من الأخت بس لو الصحبية بتاعتها دي صحبية بجد من الصحبية كده تايواني كده يعني القلب من جواه ما بيبقاش بيبقى في حجد بفيه غيرة فاللي بيلاقي كده صاحبة جدعة يحافظ عليها ويمسك فيها كده بأيديه واسنانه ودايما ندعي لأولادنا إن ربنا يرزق أم الصحبة الصالحة لأن طبعا الصاحب ساحب فالمهم أنا كنت لازم طبعا إلا أنا خلص كل اللي ورايا وأنزل أروح لها وأقف جنبها فطبعا أول حاجة جبت القهوة بتاعتي ومسكت البلكونة كانت مطربة بصباحة والعصفير كانت مبهدلة البلكونة فجبتي كيس كبير لبسته كده في القفص بتاع العصفير علشان القشر بتاع الأكل ما يقعش في البلكونة وبعد كده مسكت الترابزين مساحته كويس جدا كان مطرب ومسكت البلكونة كنستها ولميت كل التراب الناعم دوت البلكونة لو قعدتي بس كده يومين ما نضفتهاش التراب اللي هو الغامق ده بيكون حاجة كده فضيع هنا الولاد كانوا مقاعين تقريبا شاي قهوة وهم قاعدين كده في البلكونة مش عارفة المهم يعني حطيت مية وكل ركس ومسكت الحيطة غسلتها جنب جنب كده أخدت السفل داير وميدور كده لأني تقريبا هم مقاعين شاي مقاعين قهوة بصراحة مش عارفة هم الولاد رب بني يديلهم حلم يا رب ما بيشولوش حاجة من ما كانها بصراحة بصوا البنات بقى بنت حبيبة أمها ساعد أمها كل ما قولي حد كده من زماني يقولي لا ده كان زمان ما فيش الكلام دا دلوقتي دا ما بتعملش حاجة دي بتقوم الظهر قولي الكلام دا غلط لازم الأم تعلم بنتها إن هي تساعدها في البيت لأن البنت دي هتبقى مسؤولة عن بيت لازم تتعلم واحدة واحدة وأهم حاجة بقى أهم حاجة إن الأم لازم تعلم بنتها إنها تعتني بنفسها البنت وهي صغيرة كده لو ما تعلمتش إن هي تعتني بنفسها بتجبر وبتبقى مهملة ففي حاجات كده برضو لازم ناخد بالنا منها يعني وإحنا بنربي أولادنا كده مش أي حاجة التربية دي مش سهلة يعني المهم بعد كده مسكت بقى البلكونة بالشرشوبة طبعا السجادة دي أنا جبتها كده من عند كلين وركمتها وقلت مش هفرشها إن شاء الله وقالي على رمضان علشان تفضل بقى معي إن شاء الله للعيد ما اضطرش لأنا أشيل سجاجيد واخصله كده وحط عليها حفظة وحافظ عليها يعني وفرشت دلوقتي سجاجيد كده صغيرة بشيل وحط فيها بتبقى سحلة طبعا كيتي تطلعها كبيني عايزة تنشر معها الغسيل ولا إيه وبعد ما خلصت خالص ونظفت الدنيا كنت نقع الغسيل ده دم خروج بتاعت الولاد نقعتهم وبعد كده نشرتهم آخر حاجة بقى بحط في البخخة أي معطر عندكم زاوي ده مية وبخي كده على الغسيل بيخلي الغسيل ريحته قبارة حلوة جدا هنا المجرب بتاعت البلكونة أول بول طبعا بنظفها عشان بيبقى واقع فيها أي حاجة فما يتكونش فيها طلعت بعد كده على المطبخ حطيت الكتشيات بتاعت الولاد في الغسيلة أنا كنت نقعهم وسبتهم يتصفوا خالص وبعد كده حطتهم ياخدوا دورة كده بسيطة هنا كنت جايبة شوية المنظفات كنت شارياها وسايبها كده على الوخمة قلت عنها مكانها آآ جبت فريدة بسراحة منتجات فريدة حلوة جدا المعطر بتاع فريدة حلو جدا والعود بحب العود جدا والياسمين السابون هنا ده حلو بس منش قوي يعني بس زي فيبا وكده وجبت دوني دوني فريدة طحفة بحط نقطتين كده وأنا بمسح بيام الريحة حلوة وكان فيها عرض على السابون جبت التلات صبون وط وفريدة بقى الشوار ده خطير طحفة بيقلب برحة التويلت خطير بصراحة بعد كده جبت البخيخة البخيخة أصلا كان فيها معطر بس أنا حبيتها حطي بقى العود هي كان فيها ياسمين حطت ياسمين على عودة على شوية مية ورقتها وكانت طحفة رحيتها كانت حلوة قوي طبعا البخيخة دي بقى صاحبتي بعد ما خلص شغل المطبخ أرش دخلت قط النوم أرش عند الولاد أرش أفتح الدواليب أرش بس ما ترشيش كتير في الدواليب علشان ما يعملش الهدوم يعني ما تتبلش مية وتبقى رحيتها مش حالوة بعد كده ملت بقى السبونسور كان مفهوز سابون وحطت سابونه في الإزازة وكده الدنيا بقت الزبطت وبقت زي الفل دخلت عملت الغداء أسهل غداء أعملوا إيه يا أولاد الحواوشي فكان عندي نص كيلو لحمة مفرومة طلعته فت وبعد كده جبت بسلطين ضربتهم في الكبه وفي الفررومي في الفلسبيسي طبعا الحواوشي لازم يكون كده مش حطشط حطت ملح في الفل أصمر بهارات الحواوشي جائزة كده بجيبها من عند العطار قلبت كل الكلام ده كده مع بعضه وستهم كده ياخدوا يدي بشكل ودي لمدة ربع ساعة عشان اللحمة تتبل وتاخد من رحة البهارات اللي أنا حطتها وحطت ليا كده حلوة كمان تكون مفرومة تخلي الحواوشي بقى في حتة تانية خالص بعد كده جبت العيش أنا بعت ابني جيب عيش فبصراحة هو جاب عيش كبير هو الحواوشي بيبقى أحلى بالعيش الصغير فقلت يلا بقى عشان أنا مستعجلة أنجز وخلاص فتحته كده وكده العيش بقى جاهز معي طب انتي معنديكيش عيش طازة لو العيش عادي في الفريزر بيطلع ويبقى زي الفل بس هبطلعي تسيبه يفك برحته ويتحطيه كده في الميكرويف لمدة ثواني بس عشان يطرع عشان ونتي بتحشيه مايفتفتش منك ويفرور كده منك طب ما عنديكيش ميكرويف ولاعي الفورن كده دقيقة كده بس ودخليه يطرع كده عشان تعرفي اللي انتي تحشيه بعد كده جبت العيش وبحشيه آآ النص كيلو ممكن يطلع لك ستاشر رغيف وممكن يطلع لك سبعة رغيفة واربعة رغيفة كمان حسد ما انتي بتحشيه طبعا العيش الكبير هو طلع لي سبعة رغيفة لكن لو كان عيش تغير كم شاء الله طلع لي ستاشر رغيفة حشيت بقى كده اللحمة وبعد كده حطيت آآ جبنة ملزرلة الولاد بيحبوب كده بالجبنة وكمان بحب تقطر اللحمة عشان دي وجب تغذب فالولاد كمان ايه يكونوا اخدوا الغزل كفاية يعني جبت بقى سامنة سامنة بلدي يعني بصي ما سامنة بلدي تدهين الرغيف كده بالسامنة البلدي وطوصة حطى فيها زيت وحطى فيها سامنة وانا بصراحة بحب كده من فوق البتاجاز آآ اسويه لكن مش حد الطريقة دي هتجيبي صنية نجيبي ورق زبدة ولو ما عندكش ورق زبدة هتدهين الصنية سامنة او زيت وترسي بقى الحواجي والتخليل فرن بس بحس ان هو في الفرن بينشف شوية لكن هنا انا بتحكم لو انا عايزين يشف لو انا عايزها طري بتحكم في التسوية بتاعته طبعا بضغط كده بالمقصوصة آآ لحد ما اتأكد ان ما فيه السوايل بتنزل خالص يبقى كده اللحمة تمام بقلبه الناحية التانية ياخد اللون الدهب الجميل ده واطلعه التركة دي براح تكحة بتحطي فحمة انا بحب الفحم كده بيدي ريحة حلوة قوي زي ريحة الحواجي بتاع المطاعم كده يبقى ااكنه مشو كده على الفحم حطي طبعا بسطنية مشو الله اللهم مبارك طبعا الولاد اا اول ما طلع الجبنة اخدوه على طول بالفه انا يا رب ما عرفتش اللي انا اصوره لكم شايفين مشو الله الرغيف مليا اللحمة وهو باين طري وكريزبي حبا كريزبي سيبيه كده ما تغطوش عايزة طري اول ما يطلع حطيه في حلة وغطيه هيبقى طري معاك وجميل شايفين مشو الله اللهم مبارك حلوة قوي 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 وريحته كمان تحفع عارفين الرغيف دلوقتي بيتباع بره بستين جنيه ليه يعني ليه يا سلام يا سلام يا سلام طبعا بقى المخلل اللفت اللي احنا عاملينه مع بعض بطاطس مقلية وكلي بقى سمي الله كده وكلي مشو الله اللهم مبارك بعد ما خلصت اللمون ده انا بحب ما برموش ده كنز هو اترمي بحوشه عامل كيس كده وحطه في التلاجة اما باجي اعمل سمك اي حاجة يعني استعملت اللمون خلصت ارمي في الكيس دوت بعد كده باخده بحطه على النار مع ربع كوباية مية مكتريش مية ويغلغ الويتين واضطربه بقى في الخلاط والاساسة دي غطيها هتعملي بها ايه وانا بمسح بحط بخسل الموعين بحط الرخمات بحط كده في البخاخة مع كلوروكس ورش الرخمات بصي بيخلي نظافة خطير حاجة كده بتبرق بتلمع شايفينه الخلط بالكوبات حلو جدا جدا بحط كده في المية اللي انا بغسل بها الموعين جميل وانا بمسح بحط وفي الاخر برضو بمسك الحود طبعا الحود ده طبق من الطباق بعد ما بخلص بمسكه برضو وادعكو ايه وكمان بيعمل ريحة حلوة جدا بس اهم حاجة ما تسيبهوش برا علشان ما يبصي بعد ما بخلص بغطيه وبحطه في التلجة كده اللهم ابارك بعد ما خلصت بقى ودعكت الحود لفست بقى وهروح لصحبتي يلا شوفكم في فيديو كتيد ان شاء الله